في أول انتخابات عامة في لبنان منذ تسع سنوات توجه الناخبون إلى مراكز الابطراع في مختلف أرجاء البلاد لاختيار برلمان جديد العملية التي جرت وسط مشاركة خجولة وفق قواعد انتخابية جديدة من شأنها حماية التوافق السياسي الهش في لبنان ولكنها على الأغلب لن تقلب ميزان القوى الذي تسيطر عليه ميليشيا حزب الله يقسم لبنان إلى 15 دائرة انتخابية بمجمل 128 مقعد مقسمين مناصفة بين المسلمين والمسيحيين بواقع 64 مقعد لكل منهما موزعين على مختلف الطوائف والمذاهب اللبنانية منطقة بيروت الأولى تتضمن ثمانية مقاعد كلها للمسيحيين قسمت بين الموارنة والروم الكاثوليك والأرثاذوكس والأرمن والأقليات أما منطقة بيروت الثانية فتحتوي 11 مقعداً تسعة منهم للمسلمين مقسمة بين سنة وشيعة ودروز واثنان للمسيحيين ويوجد للجنوب الأولى خمسة مقاعد اثنان للمسلمين السنة وثلاثة للمسيحيين أما الجنوب الثانية فلها سبعة مقاعد ستة منهم للمسلمين الشيعة ومقعد للروم الكاثوليك وللجنوب الثالثة هناك أحد عشر مقعداً عشرة منهم للمسلمين ومقعد واحد للروم الأرثاذوكس أما منطقة البقاع الأولى فنصيبها سبعة مقاعد اثنان للمسلمين مناصفة بين السنة والشيعة وخمسة للمسيحيين البقاع الثانية نصيبها ستة مقاعد أربعة للمسلمين موزعة بين السنة والشيعة والدروز واثنان للمسيحيين وهناك عشرة مقاعد للبقاع الثالثة أغلبها للمسلمين وخصوصاً الشيعة بينما خصص مقعداً للمسيحيين وننتقل للشمال إلى المنطقة الأولى حيث خصص سبعة مقاعد أربعة منهم للمسلمين مقعد منهم مخصص للعلويين وثلاثة للمسيحيين مقسمة بين الموارنة والروم الأرثوذوكس وفي الشمال الثانية خصص أحد عشر مقعداً تسعة للمسلمين أغلبهم للسنة واثنان للمسيحيين أما في منطقة الشمال الثالثة فهناك عشرة مقاعد كلها للمسيحيين سبعة منهم للموارنة وإلى جبل لبنان حيث خصص للمنطقة الأولى ثمانية مقاعد واحد منهما ذهب للمسلمين الشيعة والبقية للمسيحيين الموارنة وخصص للمنطقة الثانية ثمانية مقاعد أيضاً كلها للمسيحيين نصفهم للموارنة أما منطقة جبل لبنان الثالثة فلها ستة مقاعد قسمت مناصفة بين المسلمين والمسيحيين وأخيراً في منطقة جبل لبنان الرابعة فقد خصص لها ثلاثة عشر مقعداً ستة منهم للمسلمين أغلبهم للدروز وسبعة للمسيحيين أغلبهم للموارنة معنا من بيروت الكاتب والباحث السياسي حنة صالح أهلاً وسهلاً بك إلى سكاين نيوز عربية إلى غرفة الأخبار تحديداً كنا نتحدث معك سيد حنة قبل يومين كنت متشائماً جداً من المشهد السياسي من المضايقات من التجاوزات التي تقوم بها الأحزاب التقليدية الكبيرة في عدة مناطق الآن لو نبدأ بمشاهداتك اليوم الآن العملية انتهت نحن في فترة فرز الأصوات وبعض النتائج بأداء التظهر هل توقعت شيئاً ولم يحدث أم أنه في شيء أدهشك فعلاً غير موضوع عزوف الناس أو قلة الإقبال لم أكن أتوقع أن يكون العزوف بهذا الحجم مما اضطر رئيس الجمهورية أن يتوجه ثلاث مرات إلى الناخبين لحسهم على الاقتراع وكل المكانات الانتخابية للقوى التقليدية الشريكة في هذه التسوية السياسية التي يقودها حزب الله كلها تحدثت هذا المساء عن أن نسب الاقتراع تقترب مما كانت عليه في العام 2009 والجميع تناسى أن عدد المقترعين ازداد أكثر من 850 ألف ناخب هناك رفض واسع مقاطعة جدية واسعة لأنهم فرضوا انتخابات خارج العناوين السياسية لبنان وسط النار ولا أحد يهتم بسيادة لبنان السلاح سلاح الدولة يأخذ لبنان إلى آخر العالم الآن إلى البوليساريو إلى الصحراء الغربية ولا أحد يطرح هذا الموضوع الناس تهتم بلبنان استقلاله سيادته بأساس لمحاربة الفساد لقد شاهد اللبناني مشهد مريب المال الانتخابي الكثيف هنا وهناك التدخلات كانت كبيرة الشوائب كبيرة لجنة الإشراف على الانتخابات حرمت من كل صلاحياتها وتولت وزارة الداخلية الإشراف هناك دوائر يسيطر عليها حزب الله تم طرد كافة المندوبين للوائح الأخرى خاصة في صور الزهراني لم يكن هناك مندوبين لا أحد يعلم ماذا جرى في أقلام الاقتراع هذه الانتخابات عليها علامة استفهان كبيرة لكن هذا القانون الهجين أصيب بنكسة وأظن أن النتائج ستشكل خيبة لقوى أساسية مثل تيار المستقبل ومثل التيار الوطني الحر طيب لماذا هنا سؤال ستحل لماذا عندما نتحدث فعلا اليوم حتى مراسلتنا قالت أنه تيار المستقبل لا يرد على الاتصالات التيار الوطني الحر أيضا في عنده مشكلة طيب لماذا عندما نتحدث عند حزب الله يكون أنه لا يمكن حزب الله أن يحسن وضعه كلها تيارات قوية تقليدية كلها استخدمت ربما المال السياسي كلها استخدمت نفس الطرق لماذا يكون وضع حزب الله في الانتخابات غير المستقبل غير التيار الوطني وغير التيارات الأخرى حزب الله خاض معركة سياسية من جانبه أعلن أنه يريد أن يحسن وضعه النيابي لحماية بندقيته ولحماية دوره أراد أن يحصل على كتلة نيابية كبيرة لمواجهة الضغوط الخارجية على دوره وهو نجح في ذلك واستخدم فائد القوة واستخدم كل ما لديه من قوة في الدوائر التي يهيمن بها لإبعاد الآخرين لدفع آخرين للانسحاب ولمنع قوة عديدة من الترشح وأيضا لإبعاد المراقبين عن الصناديق استخدم كل الوسائل حزب الله في الدوائر التي يهيمن عليها خصوصا في الجنوب وفي مناطق الهرم البعلبك لكن وهو رفع شعارات سياسية واضحة يريد قال المجلس النيابي يجب أن يحمي بندقية المقاومة هذا كان خطابه كل يوم للسيد حسن نصر الله وقد لعب دورا كبيرا في التجيش الطائفي وفي التحريض على المشاركة في الانتخابات والمساء اليوم بعدما اتخذ وزير الداخلية قرارا قال فيه أنه يستمر الانتخاب لمن هم في محيط المراكز من يحدد هذا المحيط استمر المحيط ساعة ونصف من الانتخاب وزالت النسب في بعض الدوائر مثل منطقة بعلبك أو الدائرة الثالثة في الجنوب بنسبة كبيرة وهذه مخالفة قانونية كبيرة لأنه يجب أن ينتخب فقط من هم داخل المركز في باحة المركز وليس في المحيط المحيط قد يكون كل الدائرة اسمح لي هنا عن توقعاتك التي كنت ستتحدث عنها عن النواب والقوى التيار الوطن الحر والمستقبل باختصار قبل أن نأتي إلى نتيجة هذا القانون وهل سيطرح فعلا فكرة تعديله بعد هذه الانتخابات أظن لابد من خوض معركة لفرض قانون نسبي وفق معايير موحدة هذا القانون يفتخر للشفافية وللمعايير الموحدة في دائرة من الدوائر يكفي 6000 صوت لكي يكون X نائبا وفي دائرة أخرى 24 ألف صوت هذا خطأ في النسبية طيب وثم موضوع الصوت التفضيلي أطلق حملة كبيرة للرشة المالية وتسخير الوضع الطائفي والمذهبي في الانتخابات أظن أنه لابد من النسبية وأظن لابد من تعديل هذا القانون وهذا يجب أن يكون مجال عمل قوى التغيير قوى المؤمنة بالبلد في المرحلة المقبلة وربما القوى التقليدية كلها التي شاركت بصفقة الرئاسة الليلي إلا بعض الحالات القليلة مصابة بخيبة كبيرة طيب هنا عندما نتحدث عن المجتمع المدني طبعا أستاذ حزب الله حركة أمل تحالف يفوز طيب فيما يتعلق بالمجتمع المدني هناك لابسنا كان في حراك قوي محاولات لرفض ما يحدث على الأرض تدني نسبة المشاركة هل لها علاقة بهذا الحراك يعني كنا نتوقع بعد كل هذا الحراك على وسائل التواصل الاجتماعي تجيش الناس أنه ارفضوا انتخبوا وغير ذلك لماذا لم يؤثر على نسبة المشاركة برأيك أظن أن الفترة الفاصلة ما بين القانون والانتخابات كانت قصيرة لكن العنصر الأهم أن مرشحي المجتمع المدني بشكل عام كانوا محاصرين من الإعلام لم نشهد أي لائحة خرجت إلى الإعلام معرضة برنامجها وسائل الإعلام اللبنانية مملوكة من الأحزاب الرئيسية وهي فتحت الهوى كل الوقت حتى اليوم رغم الصمت الانتخابي لزعم اللوائح وأعضاء اللوائح الأساسية لم يكن هناك من أي لقاء إلا لقاءات يتيمة على شاشة التلفزيون الرسمي اللبناني للمرشحين المدنيين ونحن نعلم أن نسبة مشاهدة التلفزيون الرسمي هي الأدنى بين كل وسائل الإعلام الأخرى أيضا كان هناك بزار مالي كبير في الإعلام وأسعار مخيفة لإطلالة أي شخص هذا حصار أثر كثيرا أيضا العامل المالي أنا أعطيك مثل صغير في مرشح واحد يقال في بيروت أنه أنفق نحو 20 مليون دولار على حملته في الدائرة الثانية لائحة كلنا بيروت من 8 مرشحين جمعت 149 ألف دولار لحملتها الانتخابية النتيجة تكون معروفة عدم تكافؤ في بعض المناطق يجري حتى في بيروت منع المندبين نعم عدم تكافؤ بالإعلام بالمال بكل الإمكانات شكرا شكرا جزيلا لضيفنا من بيروت الكاتب والباحث السياسي حنة صالح اشتركوا في القناة شكرا شكرا